بدأ محققون أوروبيون اليوم عملهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في طريق تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزية رياض سلامة وفق ما فاد مصدر قضايا لبناني لوكالة فرانس بريس وكانت وحدة التعاون القضايا الأوروبية يورو جاست أعلنت في مارس 2022 تجميد فرنسا وألمانيا ولكسنبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية على إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منها بتهم تبيض أموال واختلاس أموال عامة في لبنان